أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أهمية الاستمرار في تنسيق المواقف المصرية الأردنية بشكل وثيق فيما تعلق بالعدوان على قطاع غزة مشيدا بالدور الذي يقوم به الأردن في دعم اللاجئين الفلسطينيين وجاء ذلك خلال جلسة المشاورات التي عقدها وزير الخارجية مع نظير الأردني أيمن الصفدي بالأردن حيث أكد الوزيران رفضهما لأي خطة إسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية أو تلك المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن وأخلال اللقاء صلت وزير الخارجية الضوء على ما تشهد المنطقة من حالة عدم الاستقرار بسبب الحرب الجارية في غزة وامتداد تأثيرها على تنامي وطيرة التصحيد في جنوب لبنان بالإضافة إلى الأزمة اليمنية وتأثيرتها المباشرة على أمن البحر الأحمر وانعكسات ذلك على حركة التجارة العالمية والملاحة في قناة السويس كما بحث الوزيران تطورات الوضع في سوريا والجهود المشتركة لتنشيط ألية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق والعمل على دخول مشروعاتها حيث التنفيذ في أقرب وقت